بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والفضل لله بالتأكيد النسبة تقدر تقول لا جيدة وجيد جدا كمان لانك محقق بطولات افريقية بتحارب لغاية الجولة قبل الاخيرة على الدور العام وده بالتأكيد لما بتخسر بطولة زي بطولة الدور العام ما بتخسرهاش بسهولة حتى المنافس لما بيكسبها بيكسبها بشق الانفس لكن نتائجك وبطولاتك خلال الفترة الاخيرة الحمد لله وصلت لمنحنة ومستوى جيد جدا خلال الفترة الاخيرة البطولات القرية السنادي والبطولات المحلية الموسم الماضي ولسه عندنا بطولات محلية خلال الشهر القادم واحدة بنختتم هذا الموسم او في الساعات الاخيرة خلاص من نهاية الدور العام لكن في شيء مهم جدا وانا بقول في بداية الحلقة وانتر الحلقة لكل جمهور النادي الاهلي محتاجة تقف لحظة عشان تعرف المستوى والنتائج اللي انت وصلت لها كانت بناء على ايه ولم توفق في بطولة او خسرت بطولة كانت بناء على ايه وتشوف نتائجك في الفترة الاخيرة هالنتائجك كانت بسبب بعض الاسباب او بسبب بعض المشاكل الفنية ولا لأ بسبب بعض الاخطاء التحكمية ولا لأ محتاج تدعمات الفترة الجاية ولا لأ اذا انت محتاج في الفترة الحالية جلسة صمت لمعرفة الفترة القادمة ازاي هتقدر تشتغل عليها عشان تحضر فريق يقدر يكسب كل البطولات الفترة الجاية زي ما اشتغلت على ده خرار اخر سنتين في ظل زحمة بطولات واجندة وارتباط مباريات كثيرة سواء محلية او قرية بالامس اتكلمت على بعض الامور اللي ممكن تكون غير مباشرة وتسببت في خسارة الدوري ودائما بنستعرض هذه الاخطاء الغير مباشرة والاخطاء اللي ممكن تكون جاية من طرف اخر بيحاول قدر الامكان يعطل مسيرتك المحلية لانه مش هيقدر يعطل مسيرتك الافريقية في ظل ان القرى الافريقية خلاص اصبحت دلوقتي بتشتغل في مستوى ازاي تصنع لعبة وكرة قدم جيدة داخل القرى الافريقية عشان اللعبة دي صنع نتمنى ده يكون في الدور المصري الجاي او نتمنى نشوف ده في القرى المصرية خلال الفترة الجاي لكن في النهاية اللي عايز اوصله احنا شوفنا نتيجنا الفترة اللي فاتت وهنفكر ازاي في الفترة اللي جاية لكن مهم يبقى فيه لحظة صمت نقدر نشوف في الفترة اللي جاية ازاي هنشتغل وازاي هنواجه التحديات للفترة الجاية لان مخطئ من يعتقد ان بنهاية هذا الدوري او هذا الموسم ان الاخطاء انتهت لسه القادم في تفاصيل اكتر فمحتاج تركز او في اللي جاي محتاج تشوف اخطائك اللي حصلت الفترة الاخيرة ازاي تعليجها عشان ما تتكررش محتاج تشوف القوانين واللوايح بتقول ايه عشان تتمسك بحقك حتى اخر لحظة والكلمة الاهم اللي تقالت انبارح في جلسة كابتن محمود الخطيب الاهلي ما بيسبش حقه حالة النهاردة